بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل اليوم ما تعلمناه في الدروس السابقة وموضوعنا اليوم التطعيم بخامات الديكو نتعرف على النقاط الأساسية التعرف على الحلايا الخشبية التعرف على الخردوات المعدنية التعرف على طرق تركيب الحلايا الخشبية والخردوات المعدنية الحلايا الخشبية تعرفها هي تكونات خشبية ذات عناصر هندسية وزخرفية وتضاف إلى المشغولات الخشبية بمواقع معينة لتعطي طابعا جماليا بشكل أفضل طريقة عمل الحلايا لعمل الحفر الحلايا على سطح الأخشاب وأيضا على أحرف الأخشاب عن طريق أداة اسمها راوتر أو ماكينة حلية وتعطينا أنواع كثيرة في الأشكال على حسب ما نراه مناسب تختلف من شكل ريشة إلى أخرى في الشكل التي يتم تركيبها والشكل التالي يوضح بعض أشكال هذه الريش وأشكال الحلايا التي ننفذها نشاهد عزيزي الطالب في الصور في الأعلى هذه ريش لأشكال مختلفة ونشاهد كل ريشة ومقابلها الشكل الذي سيرسم على الخشب بعض أشكال الحلايا والكرانيش وهي المقصود فيها البراويز نشاهد في الصور هناك صور متعددة لهذه الحلايا بعض استخدامات الحلايا نشاهد في الأبواب وفي الحوائط يتم التزيين وإضافة لمسة جمالية وهوية للتصميم الخردوات المعدنية المفصلات والكوالين والمقابل أنواع المفصلات مفصلات بجناحين ثابتين وهذه مشهورة ومعروفة عند الجميع مفصلة تركب خارجيين كما نشاهد في الصورة على اليمين فهذه تكون خارجية مفصلة برافان ثلاث أجنحة لتحريك البرافان في اتجاهين أي المقصود بأنها تتحرك بكل اتجاهات مفصلة شريط بجناح ثابت كما نشاهد على اليمين وهذه تستخدم في بعض أنواع الكبتات مفصلة بجناحين منفصلين ودليل متحرك وتستخدم في الأبواب وهذه نشاهدها كثيرا في الأبواب الخشبية وأيضا هناك مفصلة سابق ولاحد كما نشاهد برقبة وبدون رغبة بجناحين منفصلين ودليل ثابت وتستخدم في أبواب الخزانات مفصلة مرحة تفتح وتقلق ذاتيا في الاتجاهين 180 درجة ونشاهدها هذه في بعض الأبواب الصغيرة التي تكون في بعض المطاعم ويكون الباب صغير في الارتفاع أنواع المفصلات أيضا هناك الدفاش الدفاش وهو غالغ الباب كما نشاهد في الصورة وهذا دوره يكون إغلاق الباب بعد فتحه وهذا ظاهر أي تستطيع أن ترى هناك نوعين الدفاش على حرف الباب كما نشاهد في الصورة على اليمين والدفاش التغليدي المعروف وهو في الصورة على الشمال أيضا هناك مفصلة ولكنها مخفية وهي تعتبر دفاش مفصلة هايدروليكية وهي غالغ باب مخفي بالمفصلة تجمع بين وظيفة المفصلة التغليدية للأبواب وغالغ الباب الذي هو الدفاش فهي تتميز بالإغلاق الذاتي كما نشاهد في الصورة في الأعلى تتميز بكبر حجم الجزء الذي في الوسط يحتاج الباب إلى اثنتين حتى يقوم بالإغلاق التلقائي فتكون واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل والصورة على الشمال توضح الشكل بعد التركيب ويفضل استخدام هذه المفصلة في الصالات وأماكن استقبال الضيوف لأنها لا تشكل أي شكل من أشكال تشويه المنظر مفصلة خزانة غير ظاهرة تفتح خارج السمك كما تشاهدونها في الصورة فهي معروفة تستخدم للخزان إضاءة مفصلات الخزان يتم تركيبها على مفصلات الخزانة حيث أن دورها إضاءة الخزانة من الداخل عند فتح باب الخزانة ويغلق عند إغلاق الباب بشكل تلقائي وتستمد الطاقة من البطارية كما نشاهد في الصورة على اليمين مكان تركيب البطارية ومن ثم يتم تركيبها على المفصلة ويكون شكلها في الصورة على الشمال وأيضاً هذا الفيديو يوضح كيفية العمل التلقائي مفصلة الهايدروليك نشاهد في الصورة في الأعلى على الشمال من شكل المفصلة وهذه تعتبر من مساعدة المفصلات الحديثة وتقوم بالتسهيل على رفع أجزاء من قطع الأثاث لتسهيل الاستخدام وهذه استطاعت أن تجعل الكثير من الأثاث متعدد للإستخدام على سبيل المثال تستخدم الاستفادة من قاعدة السريب للتخسين كما نشاهد في الصورة فهذه المفصلة تستطيع رفع أوزان ثقيلة وتثبتها بطريقة آمنة ولهذا نستطيع أن نستخدم المساحة تحت السريع للاستقلال للتخزين مفصلة هايدروليك طاولة تقديم كما نشاهد في هذه الطاولة تعتبر هذه المفصلة من المفصلات الحديثة حيث أنها تجعل الطاولة التقليدية طاولة متعددة للإستخدام طريقة تركيب المفصلات مشاهد في الصورة في الأعلى على اليمين رقم واحد أخذ القياس مع تحديد موقع المفصلات رقم اثنين عملية الحفر لموقع المفصلات باستخدام الإزميل ثلاثة تطبيق عملية الحفر للموقع للمفصلات بالجانب الآخر أربعة تثبيت المفصلات على الجانبين باستخدام المفك والبراقي وبهذا تكون الصورة النهائية في رغم أربعة أنواع الكوالين والمقصود بالكوالين وهو قفل الباب كالون داخلي وهو مخفي وهذا هو الأكثر استخداماً في منازلنا هناك الكالون الخارجي وهو قفل الباب ولكنه ظاهر للعين ويستخدم للأبواب الخارجية مثل الباب المنزل الخارجي أو باب الحدائق أيضاً هناك الكوالين الحديثة وهو كالون رغمي يعمل على البصمة والرغم السري وأيضاً بالإمكان أن يعمل على بطاقة ويعتبر من الكوالين الحديثة وأيضاً نرى على الصورة في الشمال الكالون دلفة خزانة أو درج وهذا يستخدم للأدراج المقابض تعتبر مقابض الأدراج والأبواب جزء من تصميم الخزانات ويزداد جمالها باختيار مكان والمقابض على الخزانات ووظيفتها للتسهيل عملية إمساك وفتح المشغولات وسحب الأدراج وأنواحها الخشبية المعدنية والبلاستيكية ويوجد منها الزخرفي كدائري أو مربع أو مستطيل وغيرها من الأشكال الهندسية أيضاً مقابض بمحورين كما نرى في الصورة في الأعلى والصورة في الأسفل على اليمين نرى مقبض بمحور واحد تركيب مقبض بمحورين نشاهد في هذه الصورة أن بإمكاننا أن نحدد أماكن تثبيت المقبض بمحورين دون العناء في حساب عملية رياضية وهي رغم واحد أخذ علامة بالمقبض بحيث يكون المحور الأول على الحرف من الخارج من الجهتين فنرى في الصورة رغم واحد يتم تركيب الطرف المحور بطرف الخشبة ومن ثم وضع علامة وتكون هذه الخطوة من الجانبين يميناً وشمالاً اثنين أخذ خطين مستقيمين من الجهتين أي مكان الذي وضعنا به العلامة عن طريق الزرية القائمة ثم كما موضح بالصورة توصيل تقاطع الخطوط من الزوايا وسيتقاطع الخطوط في المنتصف والتقاطع الأفقي هو المطلوب في هذا التمرين ورغم ثلاثة يوضح الشكل بعد التركيم وهذه الخطوة أو الخطوات تسهل علينا عن الحساب أو التقسيم أيضاً هذه عزيز الطالب الصور الذي نشاهدها من أنواع المقابر هناك مقبض حفر كما نشاهد على اليمين وهناك مقبض باب الغرفة كما نشاهد على الصورة على الشمال وتأتي بأشكال وزخارف مختلفة وألوان متعددة إلى هنا عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية الدرس كان معكم أستاذ عبد الرحمن الخيطر ومتمني لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة